الرجل راعي ايه حل الرعاية حل الرعاية عن الرجل صح جدا ينفع الرعي ينام اقصد انا النوم مش معنى انه ينام فعلا اقصد اللي هو التغافل ينفع الرعي يغافل ما ينفعش يبقاش راعي اصلا انا عايز احساسكم بالرعي فحل الرعي حل ايه حل انتباه وازاكت كتيرا انا بتكلم مع الذكور اقول لهم الراجل سقر تبصوا على السقر هيا ويبص رهيب بصاته رهيبة منتبه جدا شديد الانتباه وهكذا الذكر صحي منتبه شديد الانتباه هو ده حل الرعي هل الانثة ينفع تبقى راعية تموت لو دخلت في الحال ده مش هتستحفى اصلا تعرف تقدمه بس من جوه تعبان انه مش حلها من حل مش مريح اللي اقصده عند الانثة حل المسندة هنشرحه فحل الذكر الرعي يلما يضطرب بقى عندها هو له ثلاث احوال متزنة واضطربها اللي هو تعلقها فاحنا الحال الاول كان ايه مبارح الرجل الرعي حنون ما شاء الله فحال الرجل الرعي انه هو رعي وحنين طب ده حال جميل جدا هو رعي وحنين جدا ولطيف جدا واستعابي جدا جدا طب هل الحنية تشغله عن الرعاية لا تشغلوش هو اساسا راعي صاحي جدا وبيتعامل مع صحبة بتاعته احنا اتفقنا عن الرعاية صحبة مش الرعي والغنم بتاعه صحبة ومشيين سوا فالرعاية صحبة فبيتعامل مع صحبته بايه لكن هو راعي معي وبالتالي لو طالب الاخر انت لازم ترعاني بحنية ولازم تكون لطيف معي وتكون استعابي معي حنين معي ده اتراب او الاتزان اتراب ولو اه بعزب في نفسه ان هو مش حنين كفاية ده ايه اتراب برضو وبالتالي اما لو انت تعيش هزا الحال ده اتراب اتراب اترابش ديه لو انت لم تخلق لبعاية لو انت خلقت للمسندة هنتكلم عليه واضحة وبالتالي التعلق بالحنية في رعاية بالنسبة للذكر وللانتة الاتنين ده حال اتزام ولا حال اتراب الله يفتح ليك الحال التاني للرعاية اللي هو حال ايه هو التوجيه والتحقيق التحقيق في رعاية غير التحقيق فين لان التحقيق هو تحقيق الرعاية يعني ايه تحقيق الرعاية حضراتكم يعني الطريق هناخده هناخده هو معاه الغنم بتوعه وماشي والمرأة وهو مش هنيمشي كده